وصلتني كثير من رسائل سواء من المصادر التي تعودت أن تراصلني من المدنيين أو أسكريين أو من بعض التعليقات من بعض إخواننا نقرأ لكم رسالة واحدة فقط وليس كاملة يعني رسالة طويلة ونقرأ النصف الثاني منها وحتى لن نكملها لكن فقط جزء من ما جاء وهذا من ضابط كبير تعليقه كتب الفقرات الأولى والتعليق لأول ثم يقول في خلاصة الأمر دمر شنغريحة شر تدمير يقصد هذه التسريبات من جهة أوضح كذلك أن الأمة الجزائرية كان يسيرها مساعد أول لا غير وأن له الفضل الأعظم في تعيين شنغريحة كقائد للقوات البرية وما تبعه سنسمع المزيد مستقبلا وخاصة إذا لم تتم إزاحته وبالأدلة أنه المتورط المباشر في اختيار القايد صالح يقصد شنغريحة وقضية العقيد ملاك والمقدم باللومي من قيادة القوات البرية الذين أدخلهم شنغريحة السجن بحجة فواتير اللحوم لأنهما يملو كان سر كيفية تصفية قايد صالح بما أنهما الوحيدين الذين يدخلان في اللحمة قايد صالح لأنهما قائد مجموعة المقر العام ورئيس المطاعم لهذا المقر أن ملاكي هو قائد مجموعة المقر العام وباللومي هو رئيس المطاعم لهذا المقر في كل الأحوال يضيف هذا الضابط الكبير وما رأيتها من تصرفات شنغريحة منذ 1997 زمان كان يظهر ببنية قوية وشاب لقد شاخ في ظرف ثلاث سنوات أي سنة 2020 عفوا أي سنة 2000 ظهر عليه التعب يعني هذا يروي كما رآه في سنة 2000 ظهر عليه التعب والمرض والشيخوخة بسيد بالعباس ليس لأسباب مهنية لكن بعاميتنا باللغتنا العامية تاه مع زوجة ثانية بسيد بالعباس عبر الشعوذة التي غيرت ملامحه وأصابه ما أصابه وأصبح منذ ذلك التاريخ يخاف من خياله لأنه كان رجلا صارما يتعامل مع مجاهد الجنير المجاهد كقائد بنفس المستوى لكنه سنة 2000 حتى مجاهد اندهش من سلوكه وطلب منه التقرب من أي راقي لإزالة الشعوذة عنه ولم يعمل بنصيحته وأخونا هذا الضابط يضيف أشياء أتوقف لن أذكرها لأنها مضرة جدا ليش كنبريح مضرة جدا ليه لن أذكرها قد يأتي يوم ربما ونعود لها لأن الهدف نحن ليس الإضرار بأي شخص بقدر ما هو فضح وكشف هذا الفساد العارم الذي أصبح عليه كبار الجنيرالات حتى سماهم الشعب المافيا العسكرية التي لديها مخابرات إرهابية إذن نتوقف هنا وربما يوما ما عندما تنقشع كل هذه الصحب سنكمل لكم الرسالة بدايتها ونهايتها أيضا